بقى احدى كلنا اكيد عندنا اهداف في حياتنا البني ادم ساعات بتبقى اهدافه او احلامه بتبقى صغيرة يقولك انا هدفي او حلمي على قديه في حد تاني بيبقى حلمه يقولك احلم ان انا امسك نجوم السماء باديه انا من انصار ان كل واحد دايما على قدي حلمه وبالتالي انا اشجع الناس دايما على انه تحلم احلم حلم كبير اوي اوي بس ما تسيبش حلمك كده اجري وراه ما تحولوش الى حلم يقظة اجري اتعب حاول ما يهمكش طرضى بالمقسوم مما لا شك فيه وتحاول انك انت اتغير الواقع هتغير الواقع سيبك بقى من نظريات الجاذبة والطاقة مش دي قصتي قصتي هي الواقع اوعى تفتكر ان ربنا بيظلم حد ولا بيضيع جهند اشتغل صح سعاد بنبزل المجهود بس بنبزله وكأننا بنهدر طاقة غلط يعني يقولك كثير الضجيج قليل الطحين لا انا عايزك مهما كنت كثير الضجيج عليك ان يكون لديك طحين اكتر بكتير بنت لطيفة جدا اسمها رحمة شفنا صورتها كلنا تقريبا على مواقع التواصل الاجتماعي وشفناها وهي بتتكلم على رحلتها نموذج لكفاح وصبر وجلد بنوطة مصرية عظمة بتشتغل في الديليفري توصيل الطلبات بس على رجليها رحمة بتمشي عشر ساعات كل يوم تتحدث الانجليزية والفرنسية وحاصلة على شهادتها الجامعية بس رحمة نفسي اعرف منها حلمك ايه يا رحمة يمكن ربنا يسبب الاسباب ويجعلنا من ضمن الاسباب يا رحمة رحمة امين ازاك يا رحمة ازاي حضرتك ازاي حضرتك انتي عامل ايه يا رحمة الحمد لله شكرا جدا على المقدمة الحلوة لا والله ده انا مبسوط ومعجب بيك جدا على اسرارك وعلى ايمانك الكامل بالرضى دايما بالمقسوم الحمد لله ترمنا رجي ربنا ربنا يا رديني ترمنا مقتنع ان ربنا معايا امر وعايا سرمي في عاجل الحمد لله او الله يا بنت يهودالل انتي كم سنة يا رحمة انا عشرين سنة لشهرين وهنتخرج امتى هنتخرج انا دخوة سنة التالعة يعني قدني سنتين جد سنتين كده باذن الله حلمك ايه يا رحمة حلمني الحمد لله ربنا يعني امدر مجينة السفة كمش ان انا ازهر الكعبة اني ده ده حلمي من طفولتي حلم ان انا اطلع صباح ماشي لا طيب ده معنى انك انت الاول هتخلصي الكلية بتاعتك وبعدين تقدمي بقى ومشه اكيد طبعا السكوتر دي فوق كل حاجة يعني بقى بعد الكعبة السكوتر طيب قوليلي انا اللي انا عرفته انه انت نهاردة قابلتي وزير الشباب والرياضة اه مو حصل ايه اللي حصل حكيلي طيب اللي حصل لاتوا قلبين الدنيا عليا الصبح انا التليفوني اصلا مبطلش يرن من مبارح من بعد ما عملت اللايب مع اولداد اسلام ايو دع المسر اليوم ايو انا التليفون مبطلش يرن اه التليفون مبطلش يرن من مبارح سحفيين ومس كتير قوي ماشي الصبح سبت التليفون في القوضة وبعدها عادي في اللبن شايت الوزير قلب علي الدنيا وكان استاذ امير بيكلمني من عنده من المكتب ايو من اللقمه الشخصي ها هو عمالي التسل بي فوقي 13 مولو مم وبعدتلي مع الصحفي اللي كان بنصور معي برضو مبارح اوكي اه تمام فعلا انا انت عايز من انا قال لك ايوة اه وقال لي الوزير عاوزك حالا اه قد له انا متأكد قال لي اه مش انك نحن امين بتاع سبريفون ايوه قال لي الوزير قلب عليك الدنيا ومن صبح في المجارة وهو عايزك حالا كويس تمام ماشي ماشي كوهير كوهير اه كوهير 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 ماشي كوهير ماشي 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 اوكي روحتي بقى قبلت الوزير المقابلك هتعاملة ازاي حكي لي ايه اللي حصل اه اتوتر انا متوترة تمام في المكتب فوق المعاملة كمية مؤنينة واحترام متقديل من الدخلة أساساً ها الناس جميلة جداً مشي بعدين تمام؟ ها بعد كده جلداً خليني الوزير الوزير في أبيه يعني بكل احترام ووضوك خليني أصمت أصلاً كده ها حلو قلت له ايه بقى؟ قالك الكلمة براحتك قلت ايه براحتك؟ قلت لي انت نفسك في ايه وكده؟ قلت لي انت نفسك في ايه؟ ها قلت له ان احنا مش نفسي بحيبة انا كنسي في عبالة وسكوتي اللي اشتغل بيها ماشي عشان انا عتعبت وقلت لي بها ديلة وكده طبعاً قل لي انا جايب لك العبالة أكثر طيب كويس خالص الحمد لله كده فضل لانا السكوتر بقى السكوتر بقى السكوتر بقى خطوة كبيرة طب قوليلي سكوتر ده عايزينه بنزين ولا كهربا لا بنزين أكيد ليه طب مش كهربا بيقولوا الكهربا حسن يا رحم وصديقة البيئة وأوفر في الاستهلاك يا مجلب لانا عرفوا اللي هو البنزين لا بصي بقى انا هقولك على حاجة انا فيه واحد صاحبي حبيبي يعني ده رجل اعمال جامد جداً والراجل ده بقى محترم الراجل ده بقى بيعمل ايه عامل كده حاجة زي سكوترز وعجل زي اللي انت لك بقى كده بس بيمشي بالكهربا وبيتصنع عندنا هنا في مصر اه انا بيني وبينك كده من غير ما نقول الكلام ده الحد قال يعني احنا مش على الهوى ولا حاجة ايوه مسألا مسألا يعني هروح انا بعيتله اقوله يا صاحبي انا بقوله اسمه بقى عشان مستأذنتوش اقول الاسم يعني هقوله يا صاحبي دلوقتي رحمة امين احنا عايزين نجيب لها سكوتر من عندك هدية كده علشان نشجعها اكتر واكتر هو مش هيتاخر ايه ايه رأيك اوكي يعني موضوع السكوتر الكهربا ده ماشي ااا بشي لفهم اننا هرتاح ولا نسعى مع حد تاني برضو منصحابنا يجيب لنا سكوتر عادي من البنزين بقى انا معرفش اي حاجة انا رضي الحمدلله انت عايزة تستريحي اوه بس واحنا عاوزين نريحك يا رحمة لا ان شاء الله طب قوليلي يا رحمة انت من فين في اسكندرية انا من محرم بيه انا عايزة تروح تعملي عمرة او الحج طب الحج لسه يدوب خلصان نلحق عمرة ولا ايه اي حاجة اي حاجة ازيل بيكة بزيلة لا ان شاء الله كل الحاجات دي قوليلي بقى انا عايزة اسأل سؤال هو انت عايزة تعملي ايه بعد ما تتخرج من الجامعة قان المستكلمات دك انت ست الناس يا رحمة اه? انت ست الناس يا رحمة شكرا والله ما بكلمك بجد بس يا رحبة انا مبسوط خالص ان انا بجد يعني عرفت قصتك مبسوط جدا ان انا بكلمك على التليفون مبسوط ليه بقى؟ مبسوط لأن انت صوتك مليان فرحة وسعادة وتفاؤل وحاجة عظمة على عظمة هكلمك تاني بقى لما نحاول نكون زبطنا موضوع العمرة ده بس انت يا ربق مش هينفة تتلالي عمرة لوحدك لازم يكون في معاك حد كبير يعني لازم يكون معاك أخوكي يعني عمك خالك لازم يكون في حد معاك طيب حلو خالص يبقى هنزبطها ان شاء الله ونتكلم تاني يا رحمة بإذن الله بصي اللي عمله إسلام ده حلو لنا كلنا بصراحة عرفنا بيكي وخلاك تقدري توصالي قدر الإمكان على أول خطوة من تحقيق الحلم حصل هو فعلا يعني إنسان جميل وربنا يكرمه بإذن الله لو أعمله معايا يعني هو حتى النهار ده وإحنا رحيين للوزيز أو ما سابنيش أو أجامعيها النسكندرية وروحنا لقريره حتى أو لسه وعملي كي للعجل أو يسوقها أو يركق وأنا لو أفتسوق العجلة أصلا بص يا رحمة إن شاء الله إن شاء الله إن شاء الله هتلاقيني يعني بتوصل معاكي كده وأقولك إن الدنيا ماشية تمام في موضوع السكوتر سبيها على ربنا وبعدين خالق يوسف يا روزي خالق خالق من البشرق لي والله لا والله يا بنتي خالق عمك احسبيها زي ما تحسبيها أخويا خالق اي حالق لا تقدي بنتي بجد أشكرك يا رحمة أشكرك يا حبيبتي ربنا يوفقك وبإذن الله هتليقيني جايب لك أخبار كويس ألف 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 شكرا ليك عيال كويسة أوي عيال جدعان أوي أوي ده المثل اللي بقول لك علي خليك وثق في نفسك زي ما هي وثقة في نفسها كده بتشتغل ما بتغذرش بتعمل أي حاجة عشان شغلها ولو ما تعيش حليل وعندها حلم خليك كده وبص الفرحة بقى والصوت اللي بيدحك وبتاع ايه ده ايه ده